مشاهدي صادة البلد اهلا وسهلا بيكو في لايف جديد معانا النهاردة كرولوس منشد مسيحي بيغني الترانيم وابتهالات اسلامية ومثلو الاعلى النقشبان دي اهلا وسهلا بيك معانا اهلا بحضرتك السيد اهلا وسهلا اقول لي بقى الاول اللي عرفني كده بنفسك انا اسمي كرولوس ريز عندي 23 سنة حاصل على نظم ومعلومات بكالجيوس نظم ومعلومات اه وبحب اغني من ان انا صغير اه بدأت ازاي؟ اه بدايتي كانت وانا في خمسة ابتدائي اه كنت بلندن مع اصحابي في الفاصل في المدرسة و اه وكان اصحابي بيغني وانا بغني معاهم فصوتي كان مميز فاصحابي يتفجؤوا كده اللي هو ايه ده انت ازاي صوتك كده انت ازاي مش بتغني قلت لهم انا انا معرفش فعلا بدأت ان انا روح البيت واشتغل على نفسي واكتشفت ان انا صوتك كويس يعني اه بدأت من امتى وبدأت ازاي؟ انت انت يعني رجعت عرفت ان انت صوتك كويس؟ بدأت بقى ازاي بعد كده؟ اه احنا عندنا في الكنيسة في مراحل للكرالات ففيه كرال اعدادي وفيه كرال سنوي وفيه كرال جامعة فانا التحقت بكرال اعدادي وكانت دي بقى ابدايتي كان فيه اه هناك اه ميس اه هي بتبقى خديمة يعني بتخدمنا بتعمل حاجة دي خدمة ربنا يعني اه كانت ماميس ديانا اه سمعت صوتي وقالتلي انت صوتك حلو جدا ورائع جدا وعرفت توظفني في كل ترنيمة يعني فبدأت اخد صوته وتعرف بالولد اللي صوته مميز في الوقت ده بدأت ازاي بقى ان انت تحب النقشبان دي وان انت تقولي ابتهالاته؟ اه وانا في سن سن سنوي اه كنت في مدرسة الارمان وكان فيه مدرسة اه المدرسة دي اه سمعت صوتي انا روح تقدمت في الرعاية اللي هناك وسمعت صوتي للمدرسة وقالتلي ما شاء الله على صوتك حلو جدا وكانت دايما هم بيقولوا ابتهالات دينية فانا كنت دايما بقول معاهم بقى فكانوا دايما باستمرارية بيقولوا مولاي فكانت مولاي بتستفزني اللي هو يعني هي بتمضح ربنا وكلامها كله فيه مدح في ربنا فانا سمعتها فعجبتني وطريقة الشيخ سادي النقشبان دي استفزتني فحفزتها فبدأت ان انا اقولها يعني فالناس انبهرت بي قالوا ازاي ازاي انت بتقول حاجة كده دي صعبة ومش سهلة ومحتاجة مجهود وصوت ومش عارف ايه فلأ اشتغلت لقيتها حلوة وعجباني جدا طب ما تسمعنا كده؟ حاضر مولاي اني ببابك قد بصت يدي من لي ألوز به إلا كايا السند مولاي اني ببابك مولاي اني ببابك اكم بالليل والاسحار ساجية أدعوهم سدوائي بالدموع لدي بنور وجهك إني عائز وجري ومن يعز بك لني أشكى إلى الأبدي مهما لقيت من الدنيا وعاردها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة وعيش في رضاك تحلو مرارة وعيش في رضاك تحلو مرارة وعيش في رضاك ولا أطيك سخطا على عيش من الرغد من لي سواك ومن سواك ومن سوا لك يرى قلبي ويسمعه كل الخلائق زل في يد الصمدي أدعوك يا رب أدعوك يا رب أحفر فاخفر الزلتي كرما وأقع شفيع دوائي حسن من طاكدي وانزل لحالي وانزل لحالي في خوف وفي الطمعين هل يرحم العبد بعض الله من أحد رب أحسن يا ربي خليك قولي بقى درست الموسيقى يعني كان فيه دراسة للموسيقى او لغنى ده هو انا ما درستش بس هي اللي حصل ان انا كان فيه في طريقي آآ مايسترو عظيم ليه فضل كبير وهفضل افتكره وهو مايسترو جورجو قلتا كان عامل كرال عندنا اسمه كرال تي اورو الكرال ده كان موجود على السوشال ميديا السوشال ميديا المسيحية يعني وكان مشهور جدا في وقتها فكان بيعلمنا ببروفيشنال برة يعني هو كان دارس بره فبيجي بيعلمنا اللي درسه بره فطبعا ده استفدت منه كتير جدا وليه فضل كبير جدا على آآ كان ايه بقى رأيي الكنيسة في ان انت بتقول ابتهالات آآ اسلامية آآ بص يعني انا عايز اقول ان في ما بيننا في ما بيننا فيه ترابط وده مش كلام او انت ولا مجرد يعني كلام وخلاص فعلا احنا يعني انا انا في المنطقة اللي انا عايش فيها في ترابط جامد جدا يعني احنا عندنا في رمضان الاب الكاهن اللي ماسك الكنيسة اللي هو يعني اللي ماسك الكنيسة نزل وزع فوانيس رمضان والفيديو بتاعه مشهور جدا على السوشال ميديا آآ فاحنا فيه ترابط وفيه محبة وما فيش ما بيننا حتة مسيحي ومسلم والكلام ده مش موجود ده فعلا حقيقي وحرفيا انا يعني انا كل اصحابي واعزل الناس اليه هم يعني آآ مسلمين انت فاهمي القصد مع ان انا مش بحب اقول مسلمين ومسيحيين بس هم عزل الناس ليه هم واقربهم فهم اخوات المسلمين بجد بس طي ما كانش يعني ما كانش فيه اي اعتراض ما كانش فيه نهاية اي اعتراض بالعكس ده بيشجعوني وعايز اقولك ان 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 زي ما قلت لحضرتك ان ان دي حاجة بتمدح ربنا يعني مولاي بتمدح ربنا لو انت ركست في الكلام فهو بيمدح ربنا الشيخ سيد النكشوان دي بيمدح ربنا فجميلة جدا تنفع لعامة الشعب وفيه برضو ترانيم عندنا تنفع لعامة الشعب اه اتقنت الترانيم والابتهالات بنفس الدرجة اه اه وعايز اقولك انا من كتر حبي في الوحدة الوطنية وحبي في ان احنا واحد مفيش فرق ما بيننا فعلا انا عامل كرال اه انا اللي مؤسس الكرال يعني اه اسمه كرال لغم وفيه قنوات جات وعملت تقرير عننا وكان يعني كان رائع جدا والكرال ده يعني بيرنم بيرنم في حب ربنا وحب مصر بيعمل اللي اتنين انت فاهم القصد؟ عايزين بقى نسمع ترنيمة ترنيمة موكيا سمعت ترنيمة اسمها مين احن منك قل تيجي اليه وفي كل ديء وتعبي اتكي العاليه يا ادل ارام يا ابو الايتام يا ادل ارام يا ابو الايتام حلال المشاكل صانع السلام حلال المشاكل صانع السلام ان طلبت غيرك انت زاري طول ان طلبت غيرك انت زاري طول ان طلبت غيرك ان طلبت غيرك انت زاري طول لكن ان دعيتك بتجيني على طول قول لي بقى مستمعيك بقى كان رأيهم ايه؟ بص في ناس كتيرة قوي بتستغرب اه اللي هو ازدي كرولوس وبيقول للشيخ سادة النقشبان دي لانها الى حد ما اسلامية مع ان انا مش بحب الحتة دي اللي هي حتة مسيح ومسلم او اسلامية ومسيحية احنا كلنا شعب واحد وده فعلا حقيقي ومش كلام اه بص انا ما يعني ما بسمعش الناس اللي بتقول لي خليك في دينك او بلاش تقول مولاي او الكلام ده انا ما بركز معهم اصلا يعني فيه طبعا زي ما بيجيلي اه ردود حلوة وناس بتشجعني وناس بتبقى فرحونة جدا انه كرولوس ويقول مولاي فيه ناس كتير تلاقيها بتنتقدني وبتقول حاجات صعبة جدا بس انا صدقني مش بركز مع الناس دي انا بركز مع الحاجة الايجابية الحاجة الايجابية اللي احنا كلنا واحد وكلنا وكلنا فيه ترابط ما بيننا وعايز اقول لك في شهر رمضان بجد احنا بنعمل حاجات جميلة جدا مع بعضي احنا زي نشارع مع بعضينا ده فعلا يعني في ولو شفت في اي شوارع اه هتلاقي كده هتلاقي احنا بنزين بنزين يعني انا انا عمي بيجيب فانوس وبيعلقوا في البلكونة انت متخيل وبرده وبرده في ناس قدامنا بتبقى حتى صورة العضرة سيام العضرة ففيه فيه ترابط تعلن حقيقي فيه وفيه محبة بس ناوي بقى اه تسكل موهبتك بالدراسة ولا اكتفيت بكده لا طبعا ده انا انا عايز اقول لك ان كل اللي انا فيه ده كله اه يعني مجرد بس اللي هو ايه هواية ولكن انا لسه هدرس اه انا بس هي الفكرة ان انا مقدم في الجيش يعني انا خلصت تعليمي والمفروض ايه لسه السنة دي يعني ومقدم في الجيش وبعد ما خلص الجيش على طول المفروض ان انا هخش معهد موسيقى عربية ايستعمل ايه هتقدم في برامج هتعمل ايه بس انا انا حلمي حلمي بجد ان انا اغني مع مع تامر عشور بحبه جدا 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 اه ويعني بحب كزا مغني طبعا منهم تامر حسني وبرامج صبري والناس دي اه وبعزهم جدا بس هو الاخص يعني القرب لسوتي هو تامر عشور اه ونفسي ان انا اطلع في برامج كبيرة وسوتي يوصل يعني انا ده حلمي ان سوتي يوصل للناس لان فيه فعلا مواهب اه محتاجة بس فرصة يعني محتاجة ان الناس بس تدعمها تقف معاها ساعتها هم هيوصلوا يعني فيه فيه بجد مواهب تستحق مش مش بتكلم عليا يعني بس فيه مواهب فعلا تستحق ان هي تطلع وتظهر مش لازم بس يكون ظاهر الناس التقيلة طبعا على عيني وعراس كل الناس التقيلة بس انا بتكلم ان احنا لازم ندي فرصة للناس الصغيرين يطلعوا زي الاستاذ تامر حسني لما بييجي بيطلع ناس معاها في المسرح وتامر عشور والناس دي بجد انا بحبهم جدا انا بفتخر بالناس دي الناس دي من كتر نجاحها هي بتحب تنجح اللي حواليها فدي حاجة حلوة ممكن بقى نختم بحاجة لتامر عشور ماشي ولي ممنو ابينكو في الدام ودارد هبن اجمد واكابر ليه وهكسب ايه بيمشي خلاص مش راجع بقاله بتربيت حمل اسايع ليه باموت جواي وبكي على حالي واحزاني اللي جيالي خلاص ضيعته من ايدي ووقتي الاسوة كان مالي ونزلت موعي سألاني هيتعوت بمنتاني هموت لو راهي وو Re maybe وọi fulfilled اشتركوا في القناة يا اشتركوا في القناة شكرا